حالة من الجدل الكبير أثرتها الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد إصدار محاميها بيان أكد فيه وجود خصومة تصل إلى ساحات المحاكم بينها وبين شقيقها محمد عبد الوهاب متهمين إياه بالسب والقصف والضرب والسحل وفي أول رد من محمد شقيق شيرين عبد الوهاب وجه لها رسالة من خلال حسابه فيسبوك قائلا حصبي الله ونعم الوكيل تمشي سواء شغال معها بقاله 22 سنة صينك وصين ولادك وشغالة بنت ملهاش أي زم وميمي فؤاد الراجل المحترم بقى المدعو ميمي اللي من شهر كنتي منزلة صورة ليه كتب عليها أجدع راجل في مصر يا ترى بقى بعد كل ده لوسي بن طانط فكيها اللي انت معاه من ساعة ما خرقتي في فيلا قريبو في لاند مارك مبسوط وبتخسر شيرين تعاطف الجمهور معاها بعد بيانها الأول منذ خروجها من المستشفى واكتمع محبيها والفنز اللي كان بيدعمها على انها بتخسر كل التعاطف من محبيها وجمهورها والنجوم في العالم العربي وانها ضيعت نفسها بنفسها اخسارة دعم اللي شفيته من العالم العربي كله اخرتها اخوكي اللي من دمك بقى وحش انت فعلا ما تستهليش غير حسام حبيب اهلك لا تهلك للأسف اخترت الخسارة اشتركوا في القناة